كل شركة أو هيئة أو مؤسسة لها صفحة رسمية بتكتب داخلها المستندات تسمى letterhead وبيقولوها بالعربي ترويسة زي أي صفحة بتحتوي على ثلاث أجزاء الجزء الأعلى رأس والجزء الأسفل ديل وجسم الصفحة نفسه اللي بتكتب فيه المحتوى الراس والديل بيكون فيه معلومات عن الشركة وربما يكون فيه معلومات عن المستند رأس الصفحة هنا مثلا موجود فيها الاسم بالعربي والإنجليزي وموجود فيها رمز الشركة ديل الصفحة هنا مثلا موجود فيها العنوان البريد الإلكتروني الهاتف والفاكس وربما نحط برضو في ديل الصفحة أو في رأسها رقم الصفحة يبقى أنا حطيت كده معلومات عن المستند وربما أحط اسم المستند عشان لو أحب صاحب المستند يراجع الشركة تاني ببص على الورقة وبشوف اسم المستند إيه وبقدر أجيبه من الأرشيف الدرس ده نتعلم إزاي نضيف ونحرر نص في ترويسة الصفحة سواء في رأس الصفحة أو في ديلها مستند إلى من يهموه الأمر أو شهادة إلى من يهموه الأمر معروضة عليكم لكن بدون لرأس الصفحة لا يكون فيها اسم الشركة ولا ديل الصفحة لو عايز أكتب في رأس الصفحة وديل الصفحة أجي على رأس الصفحة وفي أي مكان فاضي أعمل دبل كليك عليها تعالوا نكبر شوية عشان نشوفها بشكل أوضح ونشوف لو أظهرت المسترة زي ما أنا ظاهرها هتلاقي المنطقة من الحد ده إلى الحد ده والمنطقة من الحد ده إلى الحد ده هي رأس الصفحة لو عملت دبل كليك عليها هتقدر تكتب في المنطقة دي فأنا هكتب دلوقتي اسم الشركة بالإنجليزي أعمل تاب عشان أحط اللوجو بقى في النص هنا عايز أحط اللوجو هروح insert وروح لpicture وقول له من أنا مخزن اللوجو على الدفايس دي وإن شاء الله هتكون عندكو في المصادر اللي موجودة في الدرس وقول له أنا عايز ال-it logo وقول له insert حط لي ال-it logo كويسة كده لو كويسة أوكي مش كويسة تقدر تصغرها من picture format عملنا الصورة دلوقتي أجي مؤشر الكتابة هنا أعمل كمان تاب عشان أروح للآخر واكتب دلوقتي بالعربي عايز أنقل لي للفوتر أنزل تحت وأعمل click واحدة يعني اتحرك بالموس لحد ما تشوفوا له علامة ال-i لكن كده مش هيبقى فيه لكن كده هيبقى فيه اضغط مرة واحدة هيظهر لك مؤشر الكتابة وابتدي اكتب اللي انت عايزه هكتب مثلا الهاتف وعمل نقطتين واكتب هنا الفاكس وعمل نقطتين واكتب هنا البريد ال-الكتروني يبقى أنا كده خلصت اللي أنا عايزه وعملته طيب فيه طريقة تانية أحسن من الكلام ده كله هبتديها من جديد هتشيل الحاجات الأديمة بتاعتي وشيل الحاجات الأديمة بتاعتي وخليه هو إيه يبقى يسهلها لي أكتر بإني وأنا جوا هقوله insert وهقوله هنا header وهيديني أشكال كثيرة الشكل اللي يعجبك حطه تقدر تستعرض كل اللي موجود عندك فأنا اللي أنا عايزه ده إيه ده هو ده اللي هو عبارة عن ثلاثة أعمدة أختاره يبقى كده سهل لي كل حاجة وهجي double click عليه وأكتب اسم الشركة هنا بالإنجليزي double click على في الوسط عشان أحط اللوجو أصغر اللوجو بنفس الطريقة وأعمل double click على type here عشان أحط إيه العربي نفس الشيء تحت هعمله click واحد ولا مش هعمل كده هو اللي برده insert footer وأختار الفوتر اللي ناسبني هو يعمل هلي automatic هكتب هنا هاتف نقطتين واجي على type here fax نقطتين واجي على type here البريد الإلكتروني وخلصنا كده نحفظ لسه في حاجتين عايز أعملهم قبل ما نروح للوجهة العربية أول حاجة أنا عايز أحط خط عشان أفرق بين الراس وبين جسم الصفحة أعمل إيه قالك تعالى في الهيدر وتعالى دوس على end عشان تروح لنهاية السطر وتيجي في الhome وعلى الحدود أضغط السهم وأجي أقوله horizontal line عايزين تحت نعمل الخط بس يكون فوق بدلا ما أقول end والهوم عشان يجي قبلي ونفس المكان أجي على البوردرز وقوله ارسمني خط هيرسمني الخط فوق عايزين نعمل كمان فريم خارجي برواز عشان تبقى لها شكل رسمي أكتر ببساطة بروح لهوم واروح هنا عند الحدود أو بوردرز وقوله أنا عايز border and shading واختار page border وأجي على art الشكل الفني واختار الشكل اللي إيه اللي يناسب الورقة يا رأيكم في الشكل ده كويس آخر حاجة لسه بعد ما عملنا البوردر ما بقاش الهيدر شكله حلو تعال داخل الهيدر داخل الهيدر أعمل click واحدة وممكن من هنا ننزل شوية عشان اللوجو يجي كويس مكانه أوكي تحت كل شيء تمام تمام نحفظ دلوقتي وآجي للواجهة العربية أروح قائمة إدرج وروح لرأس الصفحة أختار الشكل اللي أنا عايزه وأبتدي أملة هنا عايز بالعربي هنا double click عشان أعمل بالإنجليزي أو click واحدة وفي الوسط هاعمل insert للصورة من إدراج صور على هذا الجهاز وموجودة عندي في الصور واسمها IT logo وإدراج كبيرة أضغط عليها مرتين هيفتح لي تنسيق الصورة أصغر دي إلى 2 سنطي وكده خلصنا فوق عايز أدرك تحت أروح برضو الإدراج وقوله لو سمحت عن عايز دل الصفحة وقوله برضو نفس الشكل الثلاث أعمل أعطي هنا مثلا الهاتف وحطي هنا مثلا الإيميل أو البريد الإلكتروني وحطي هنا الفاكس عايز أعمل خط فوق السطر ده عشان يفصل الجسم الصفحة عندي دل الصفحة أجي على بداية السطر لأنه عايز قبلي أروح لهوم وقوله من الشريط الأساسي وروح لي الحدود واضغط عليها وقوله ادرج لي خط أفقي عايز فوق يبقى تحتي أجي عليه وروح على نهاية السطر ده بمفتاح end وقوله برضو نفس الشيء الشريط الرئيسي من فقرة من مجموعة فقرة واجي على الحدود وقوله اديني خط أفقي آخر حاجة عايز أعمل برواز كامل برضو من نفس المكان الشريط الرئيسي مجموعة فقرة واجي على الحدود والتظليل وقوله أنا عايز حدود وتظليل والحدود التظليل اختار حد الصفحة ومن رسم صورة اضغط عليها واختار الصورة اللي تناسب المستند الرسمي ويبقى كده خلصنا وعرفنا كيفية عمل راس وديل الصفحة وكيفية ادخال نصوص داخلها وكيفية ادخال صور داخلها وكيفية عمل خط أفقي الخط الأفقي بينفع في الراس وديل الصفحة وبينفع كمان داخل الصفحة وتعلمنا في الآخر ازاي نقدر نعمل برواز وهيبقى فيه تمرين ان شاء الله لابد ان انت تعمل التمرين عشان تثبت المعلومة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته